اشتركوا في القناة يعني ضغط عصبي رهيب يا رب ان شاء الله نتوفق في الشوت داته الرابع ونخلص المباراة في المباراة احنا الحمد لله في اغلب فتراتها احنا الافضل ان شاء الله نكسب باذن الله النهاردة حلقتنا زي ما تعودنا بتبقى عبارة عن جزئين الجزئ الاول فيه شوية اخبار تخص النشاط الرياضي وخلينا اقول لكم انه احنا خلاص في منتصف الموسم يعني خلاص بقينا يعني اغلب الفرق الرياضية كلها دخلها يا ام على المرحلة التانية يعني او القبل الاخير على حسب كل نظام بطولة وانا معكم يعني في الانترو كده هنتكلم عن موقف الالعاب الجماعية سواء رجال او سيدات بسرعة كده طيب الحلقة التانية او النص التاني من حلقتنا هيبقى طبعا تعرفين كرة اليد خليني الاول اقول المقدمة عشان ضفنا كرة اليد او السياسة اللي بتبنها النادي الاهلي في كرة اليد هي الدفع بالنشئين وهي بناء فريق قوي وهو بتبني الفريق بنحصد البطولات هي دي السياسة فعشان كده النادي الاهلي حط على رأس قطاع النشئين مدرب ليه سمعته ومدرب ليه مهاراته والسكيلز بتاعته مع كرة اليد مدرب مسك الفريق الاول حقا معين جزات منهم بتوت افريقيا ودوري وكاس وغيره فكان وجود على رأس قطاع النشئين مدير فن قوي يقدر يدير المنظومة دي عشان يتماشى مع سياسة النادي الاهلي وفي الاخر سواء الفريق كبير او النشئين يحققوا السياسة اللي حطتها النادي الاهلي كان لازم يبقى اسم كبير على رأس قطاع النشئين قالوا هو كابتن عاصم حماد كابتن عاصم حماد عينه النادي الاهلي على رأس جهاز النشئين عشان الخطة دي وعشان البلان ده وعشان التوجه ده هنقعد معه النهاردة وهنتكلم عن كل شيء وإيه الخطة بتاعته وإزاي فيه عندنا دلوقتي فيه تلات لعبين يعني موليد 2000 و2001 تصعدوا مع الفريق الأول في المطشين تاتا اللي فاته وشفناهم وقابلوا بلاء حسن زي فوكس زي لاشين زي سيف كل اللعبة دي لعبة المطشين تاتا اللي فاته وقدوا أداء كويس جدا هنعرف ايه التنصيق اللي ما بينه وما بين كابتنطرق محروس وازاي كل ده ماشي في نفس السياسة النادي الاهلي في الأول قبل ما روح يعني بنتكلم برضو مع بعض حابة قبل ما روح لأخبارنا عن الفرقة الجمعية هنبتدي الأول بكرة الياد في كرة الياد لعبنا 3 جوالات كسبنا 2 وتعدلنا بواحدة احنا في الدور القبل النهاية يعني فيه دور الأول كان دور ترتيبي 18 فرقة لعبه مباريات من دور واحد تأهل 6 فرق أهل زمالك البنك الأهلي سموحة سبورتينج وطلع الجيش دول ال6 فرق اللي تأهلوا للدور الثاني في كرة الياد وكل واحد تلعب بنقاط الفرق بين الأول والثاني نقطة الفرق بين الأول والثاني نقطة واحدة طيب هيلعبوا رايح جاي 6 فرق احنا لعبنا يعني مجمل 10 مباريات النادي الأهلي هيلعب 10 مباريات لعبنا 3 كسبنا في 2 كسبنا سموحة البنك الأهلي كانوا عمل لعبنا وتعدلنا في سبورتينج خارج الديار كان في اسكندري عندنا مباراة قوية جدا مع سبورتينج ان شاء الله بكرة مع طرق الجيش أنا اسم مع طرق الجيش بكرة ويوم لتنين مع نادي الزمالك المباريتين دول مهمين جدا 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 نادي طلع الجيش عمل مباراة جمدة جدا مع نادي الزمالك ويخسر في آخر 10 ثواني وايضا نادي الزمالك هو على يعني متصدر الترتيب فإذا المباريتين مهمين جدا عشان تقدر تتصدر الترتيب طب حل فرقتنا حلنا الحمد لله جيد مش وحش عندنا مشاكل في الدفاع شوية ولكن في الهجوم الحمد لله رب العالمين عندنا حلول كتيرة مع الناشئين اللي طلعوا مديين قوة هجومية للفرقة فإذا فرقتنا الحمد لله يعني ممكن نقول 80-90% من أفضل حالتها طيب هنلعب العشر مباريات هنترتب 1-2-3-4 الخامس والسادس شكرا الأرباع الأوائل هيتطلعوا فوق يلعبوا رايح جاي بناء عليها هتحدد الدور طيب اللي هيطلع الدور النهائي بقى المرحلة التالتة عشان كده بقول حدادكم الدور ينتصف تقريبا لما نروح للدور اللي بعد كده هيبقى خلاص هيبقى فرق نقطة لازم تكسب مبارياتك هيبقى خلاص الحسب فاللي هيطلع أول من الدور التاني ده هيفرق بونت عن اللي وراه فهيريحه هيبقى عنده ممكن يخسر مباراة مش هتعمل له مشكلة فإحنا محتاجين الدور ده عشان كده بقول لكم مباراة طلع الجيش مباراة الزمالك مبارايتين مهمين جدا 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 وكمان المباراة اللي بتاعت بكرة الزمالك رايح لسبورتينج فبرضو أي مفاجآت مع الزمالك هتبقى برضو أكيد فايدة لنادي الأهلي ده وضع كرة اليد بشكل عام هنروح للكرة الطائرة الكرة الطائرة بنلعب دلوقتي كأس مصر أنا طبعا هجيب لكم الأخبار بالتفصيل وكل حاجة ولكن أنا بديكم أوفر فيو أو يعني تصور عام عن الألعاب الجماعية في النادي الأهلي عندنا بالنسبة للكرة الطائرة كرة الطائرة خلصنا الدور الأول خلاص الدور الثاني لسه ما بتدينهوش بس الجدول بتاعت حط وهيبتدي يا جماعة لو أنا غلطان في التواريخ صح حقولي هيبتدي 8 فبراير هيبتدي 8 فبراير الدور الثاني وهقول لكم هنلعب مين دلوقتي بتلعب الكاس احنا لعبنا دور الـ 32 فوزنا على جزيرة الورد لعبنا دور الـ 16 المباراة اللي احنا كنا زعناها لحضراتكم مع طنطة طلعين دور الثمانية ان شاء الله هنقول لحضراتكم اللعب مين يعني بالتفصيل بس أنا بديكم overview عن المسابقة هنخلص دور الثمانية هنطلع بعد كده على الدور الثاني بقى في الدوري الدور الثاني في الدوري هيبقى سابته 3 هيبقى سابته 3 والجدول برضو تغير يعني أنا عجبني اتحاد الكرة الطائرة غير في الدنيا غير في الشكل حاسينا فيه التزام فيه ناس شغالة يعني القرارات اللي بتطلع والجدول اللي بتنزل دي بتدل ان فيه ناس قاعدة بتزاكر وقاعدة بتفكر تعمل ايه احسن حاجة في الدوري المحلي طيب هنقول مثلا عندنا يوم تمانية فبراير سابته 3 بس كل الفرق هتلعب على ملعب واحد مش هيخليك تلعب زي الدوري قبل كده ما تشوف ملعبي وما تشوف ملعبك لا لا يعني مثلا يوم السابت مثلا يعني يبقى في نادي الشرق الدخان كله متجمع هناك بلعب مباراة نفس الكلام في فترة من فترة بتلعب على صالة بحيث ان هو ما يبقاش فيه تشتيت يبقى كله متركز في صالة واحدة هنلعب مع مين احنا طبعا طلعنا مع فرقتين معنا من المجموعة هنرد نلعب على فرقتين طلع معنا سبورتنج وطلع معنا هليوبلس دول الفرقتين طلعوا معنا الفرقتين اللي طلعوا من ناحة التانية اجتلاع الجيش بتروجيت مصر البترول الثلاث فرق دول هنلعبهم رايح جاي بس مش في ملعبنا وملعبهم لا كل المباراة راح جاي يعني راح جاي اسما انما هي في الحقيقة احنا نلعب في ملعب من الملعب يوم سبت ويوم ثلاث ست مباراة نتمنى ان شاء الله زي ما كسبنا في التصفيات 3-0 هنكسب فيه الدور ده عشان نعتلي القمة ليه لان احنا ست فرقه ست فرق الثلاث اللي طلعين من عندنا والثلاث اللي طلعين من هناك بقينها ست هياخدوا اربعة بس ومن المجموعة التانية لان احنا كانت دور اربعة مجموعات نضم كنا اربعة بنلعب بعد كده طلع اول توالد اول تلاتة نضم المجموعتين على بعض بقينها مجموعتين دلوقتي المجموعتين دول كل مجموعة ياخد من كل مجموعة اربع فرق هيبقى تمانية ونلعب بست اوف تري زي مين زي الباسكتبول في دور التمانية الاول يلعب التامن والتاني يلعب السبع وهكذا وعلى فكرة النظام ده منتبع في اوروبا في كرة الطائرة في كرة الطائرة يعني النظام مش قديم